السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردنا الآن خبر جديد بخصوص ملف الجزائر تطورات قرار الفيفا والمحكمة الرياضية بإمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون الآن نرى هذا الخبر أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة بخصوص ملف مباراة الجزائر والكاميرون قرار الفيفا والمحكمة الرياضية إمكانية إعادة المباراة يعتزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف رفع دهوة أمام محكمة التحكيم الرياضية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي نشر بيان مبهم عن تأهل الكاميرون لمرحلة نهائية لمنديال قطر 2022 وتعتبر هذه المبادرة الجديدة للهيئة الحاكمة لكرة القدم الجزائري أكدها وزير الشباب والرياضة عبد الرازق ومع ذلك فإن هذا اللجول للمحكمة التحكيم الرياضية ما زال يعتمد على قرار رسمي من لجنة الانضباط في الفيفا طالما أن لجنة التحكيم لا يمكن استئناف أمام لجنة الانضباط في الفيفا والمؤسسة التي ستشارك في حل النزاعات في مجال الرياضة ويبقى العمل في مجلس إدارة الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف قوية وقادرة على إقناع المحكمة الرياضية ضرورة إعادة مباراة الجزائر والكاميرون كل شيء يشير إلى إمكانية إعادة المباراة لا تزال ممكنة وذلك يعتمد على تقديم دليل ملموس على صوت تطبيق الفيفا للقانون وانتظار القرار النهاء إلى الفيفا الساعات المقبلة بإذن الله هذا ما وردنا الآن أتمنى من أخوانا أخواتي وضع اللايك والاشتراك وبإذن الله إعادة المباراة إن شاء الله تعالى صحية الجزائر وأهل الجزائر أتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة وهذا فضلا وليس أمرا حتى يتيكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته